بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله معكم اخوكم عمر رجعنا لكم اليوم في فيديو بعد غياب تقريبا فيت سبعة اشهر في حق الامر هذا الفيديو هو جواب بعض الاسئلة خاصة سؤال لجانب كثرة وهو ما هو نوع المقويات الجنسية التي تعتمد عليها ولا يتمدها لطيور تاك داخل السلاكة حبيت نجاوب الاخوة برك قلهم انا من اعتمد على حتى اه فيتامين وحتى مقوي جنسين العصافير داعي داخل السلاكة لان العصافير داخل السلاكة خليهم يعتمدوا على رواحهم ويوالفوا بعضهم ووفر لهم ما كان يكون لائق خاطر بعيد على الفوضى ما كانش الحس ووفر لهم كذلك الغذاء المتنوع من حبوب متنوعة وتكون تكون بكثرة وتكون اه ما يحتاج الحسون ووفر لهم كذلك النباتات الطبيعية كما الهندباء كما السلق كما كما الحواجها دي سيغتوا طبيعية كما الهندباء وسلق آآ ووفر لهم كذلك مصدر دائم للكالسيوم وخليهم وان شاء الله تكون ناتجة ما تكونش حتى ما تكونش عندك في العام لول تكون في العام لول ممكن تكون مكانش ولا تكون ضعيفة بس العام التاني تكون عندك انتاج وافير ان شاء الله آآ حسب التجربة تعي في العام دار التجربة في العام تاعي ثاني ولا ثالث الله أعلم مانش بتفكر بصح كانت عندي تقريبا 36 بيضة ومعتمدت على حتى مقوي جنسي انتم ثاني تبعوا الخطوات هذه ووفروا الحسن مبارك كي ما قلت لكم وفزيد ووفروا للتشميس الدائم يكون عنده شمس يكون عنده دوش وان شاء الله تنجحوا وان شاء الله نرجعوا لي المتجاية في فيديوهات أخرى ربي يحفظكم ان شاء الله اشتركوا في القناة